مع حلول شهر رمضان المبارك تشهد أسواق المدينة القديمة في الخليل بالضفة الغربية انتعاشا لا تشهده طوال العام وتجدب أطعمة مثل القطايف والفلافل وغيرها المتسوقين الذين يقولون أن تخفيف إجراءات الإغلاق التي يفرضها الجيش الإسرائيلي يشجعهم على الخروج للأسواق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة